اشتركوا في القناة وستون الف محتجز في مخيمي الهول والروج الذين تديرهما قوات حزب العمال الكردستاني معظمهم عراقيون وسوريون بينهم نحو عشرة الاف طفل وامرأة ينتمون الى اكثر من سبعة وخمسين دولة رفضت اغلب حكوماتها اعادتهم اليها وهو ما ولد ما يعرف بقائمة العار التي تضم دولا كبرى كبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وفقا لمقاررة الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان فيونولا ني اولين التي اتهم تلك الدول بالتقاعس عن تقديم العون والمساعدة لمواطنها المحتجزين في هذه المخيمات خبراء امميون شبه مخيمي الهول والروج في سوريا بسجن جوانتنامو اذ يحتجز فيهما عشرات الالاف الى اجل غير مسمى دون محاكمة او وجود اي احتمال لاطلاق صراحهم وبدعم من دول راعية لديمقراطية حسب تعبيرهم حقوقيون قالوا ان الاشكالية القانونية من الاسباب غير المعلنة لعدم اعادة الدول لرعاياها حيث لم تحدد تبعية السلطة على المخيمات حتى الان كاشفين ان فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية تحاول البحث عن ثغرات قانونية لرفض استعادة مواطنها من المخيمات لكن المشكلة لم تتوقف هنا بل تفاقمت مع من يولدون حديثا في المخيمين وهو ما دفع بعض الدول الى استعادة 30 الى 40 طفلا من رعاياها دون امهاتهم وهو ما اعتبر بالفصل غير الانساني ليفاقم من حجم المعاناة بدلا من حلها